اتخذت وزارة الأشغال العامة والإسكان كافة تدبير اللازمة للتعامل مع العاصفة الثلجية هدى التي ستؤثر على المملكة اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء وطلبت الوزارة من كافة مديرياتها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص للتعامل مع أثار تساقط الثلوج والأمطار بغزارة لسيما فيما يتعلق بإغلاقات الطرق والأنفاق والمرافق الحيوية الأخرى الوزارة عندها خطة للتعامل مع ظروف الجوية الخطة تنقسم إلى عدة محاور التعامل من خلال الخطة مشتركة بين القطاع العام والخطاع الخاص القطاع العام يتمثل بآليات وزارة الأشغال في مديريات الأشغال في محافظات كل مديريات أشغال أن بعض الآليات عندها تساعد لفتح بعض الطرق الثانوية والقروية والزراعية الطرق الرئيسية للوزارة من خلال تعاقد مع القطاع الخاص لهذه الغاية بعطاءات سنوية ويكون من ضمن مسؤولية المقاولين إدامة فتح الطرق خلال الظروف الجوية من ثلوج وما شبه ذلك والأمر الثالث المحور الثالث هو في مواقع عمل عطاءات رئيسية للوزارة من طرق رئيسية يعني مشاريع مثل مدخل الصلط ومثل طريق شومر بالزرقاء وطريق بيرين في مقاولين بالمنطقة يعملون على عطاءات لوزارة الأشغال بقموا مساعدة الوزارة من خلال ألياتهم مساعدة المجتمع المحلي حول هذه المناطق بفتح الطرق مثل هذه الحالات إن شاء الله بمشاركة الأطراف المعنية تم وضع خطة لهذه الغاية فكل طريق مبين عليه عدد أليات معنية حتى تستمر بمساعدة الوزارة بفتح هذه الطرق وإدامة فتحها خلال هذه الفترة